السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكسب الصلاة على النبي اللهم صلي على سيدنا وحبيبنا محمد طبعا قبل ما نبدأ برواية هاي القصة حابة شكركم على تفاعلكم وتعليقاتكم الحلوة واشتراكاتكم بهالقناة واللي مو مشترك أتمنى منه الاشتراك وتفعيل زر الجرس طبعا قصتنا اليوم تبدأ بعام 2003 وبسورية وبدمشق حصرا هاي القصة تبدأ مع الشاب أحمد والشاب أحمد عمره بالأربعينات ومتجوز وعنده مرته شمس عمرها بالثلاثين هو عمره بالأربعين هو يشتغل تاجر متنقل تاجر ذهب بس متنقل ما عنده محل ويشتغل على قده انه عنده هاتشنتا يروح يشتغل من المحلات الاكبار ويدي يوزع للمحلات الفاتحة جدا والمحلات الصغار وأحمد رضيانا بقسمته واللي يطالعه ويتحمد الله ويشكره والله يفتحها وبجهه على طول يعني يروح يرتزق والحمد لله ما يجي على البيت الا مطالع رزقته وراجع على بيته بيوم من الأيام جاءت مرته وقالت له اليوم بدي أعزم أخوي ومي وأختي طبعا قالها أحمد تمام ما بمشكلة وعزميهم وحياهم الله قالت له انزل على السوق جيب لنا الحمى وخضرة خلينا اطبخ واسوي العشاء ما بين أخبرهم قام أحمد لبسه دومه ونزل على السوق جاب الحمى والخضرة والقراض وعطاها المرته وقعد بهالصالون وهي دعت تطبخ العشاء تجهزوا أنه تتخبر أهلها يجون تعشون أدهم جاه انتصال على أحمد قاله شلونك أحمد قاله الحمد لله انت شلونك قاله الحمد لله قاله معاك عرب ابن أبو عرب سايغة ذهب قال لي على طول نشتري من عندك ذهب قال له ايه بالله عرفتك ورغمك مسجل عندي ويا هلابك ابشر بس ما بشي قال له بي واحد من رفقاتي يريد يفتح محل ويريد يشتري من عندك انه اسوارات وحلوقة وذهب قال له ايه تمام ما مشكلة وانت ما بده نتقابل قال له بده ياك الحزدة انه يشتري منك الذهب وهو فاتح المحل الجديد قال له يا عرب انا الحز ما اقدر لاني عازم بيت حماي على العشاء وما اقدر اني اعيفهم واجي او يجوني على البيت وما يلاقوني قال له لسا يا احمد لسا ع الساعة خمسة ولسا ع بكير على العشاء احنا شغلتنا ترى نص ساعة وترجع على بيتك قبل ما يجونك والله بعد الحكي يقنعه لأحمد واحمد قام سكر التليفون وقام قال لشمس انا رايح عندي شغلك بيها وارجع طبعا شمس قال له يا احمد ترى الحز يجوني هلي وما يلاقونك وما يلاقونك يعني انه عازمينهم دعنا انتظرهم ويجون على البيت وما يلاقونك قال لها لا يا شمس ان شاء الله شغلتي نص ساعة وساعة بات كثير قال له تمام وروح وبالك يا الله يفتحها بوجهك وترتزغ بس لا تطول مشان هلي ما انه يلاقونها كبيرة بحقهم قام احمد بعد ما لبسه دومه مشى وراح على عرب طبعا مضت نص ساعة ما خبرها لا احمد ولا جاها اي خبر منه مضت ساعة جمها لها ابوها امها اخوها اختها كذلك الامر سألوه على احمد قال له لا احمد وينه قاتلهم راح عنده شغلة يقضيها ويجي ما يطول ان شاء الله مضت النص ساعة الثالثة صار ساعة ونص ماضي على غياب احمد ما بلا خبر ولا صورة قامت بي عنده دفتر يظل يسجل بيه ارقام احمد شمس قامت فتش لما لقت اسم عرب هي سمعته وقت طوارف من الحكي ووقت كان يسولف مع عرب وعرفت اسمه عرب دقات له قاتل له هيك وهيك انه احمد جاهلي عندك وعلا اساس بيه بناتكم شغل وطول وما جاه وانه يقولها لا احمد مشى من هين خلصنا شغلنا ومشى وعلى اساس بده يروح على السوق وعلى الحميدية وهو راجع على بيته قالت له تمام ماشى اللي انطيك العافية وسلام سكرت مضت ساعة واحمد ماجه ردت قامت ودقت على عرب قالت له انت صار معاك وشن القصة وشو احمد طول ودتوا على اساس راحين تتلاقون مشان شغل وشغلتكم كلها الوعد اللي قال لي يا احمد نص ساعة صار ماضي على غيابه ساعتين ونص وماجه منه لا خبر وما نعرف وينه قالها ما عرف قالت له بدي اياك تيجي علينا على البيت تتروح انت واخوي تدورون على احمد تشوفونه قالها تمام عزانة سكر المحل واجيكم والله عدت ابو ربع ساعة وجاهم عرب على بيت احمد طبعا سلم عليهم وقال لهم انه جاني احمد واتفق هو وزلمة اللي بدي يفتح محل وعلى اساس يلتقون باشر الظهر ومشى احمد قال بدي مر على الحميدية على السوق وين رايع على البيت هنا اخت هالشمس لاحظت انه بيه نقطة دم على غميص عرب طبعا عرب لابس غميص ابيض ولاحظت اخت شمس بيه نقطة دم عليه شكت بهالموضوع وينها تقولهم شمس روح يعني يروح عرب واخوي يدورون عليه وبالش وارع وبالسوق بلش يلاقونه بلش يشوفونه خاف صاير معاشي قال له عرب تمام احنا رايحين ندور عليه مش هم عند الباب وينها تصيح اخت شمس لاخوها قال له تعال هنا شوي جاها قال له اريد منك هزلم هذا عرب ما يفارقك ولا دقيقة حتى اذا بدي يفوت على بيت المي تفوت معاه يعني ما بدي يفارقك خالص طبعا هنا اخوها قال له ليش قولي ليش بيش صاير قال له انت ما عليك ومثل ما دع اقول لك سوي قالها تمام ما مشكلة راح اخوها الشمس وعرب يدورون على احمد جت اختها قالت له امشي على المغفر قالت له لسا ما صار على غيابه ثلث ساعات والمغفر ما راح يسوينا شي حتى زا قدمنا بلق ما راح يسوينا شي الا بعد العشرين او اربعة وعشرين ساعة طبعا قال قنعتها وقالت له دي روحي وانتي ما عليك امشي معاي والله مشت معاها شمس وراحت هي واختها على المغفر طبعا المغفر ما يبعد عنهم حوالي البيت جنب ببيت بيت شمس واحمد فاتم على المغفر لقم الضابط سولفول القصة قال له انه احمد مفقود وصار له ثلث ساعات قال هن ما نقدر نسوي شي الا بعد العشرين او اربعة وعشرين ساعة تا يطلع بيدنا انه نسويها قضية وندور عليه عاد اخت شمس قالت لها روحي اطلعي برا شوي بدي احكي مع الضابط بيني وبينه قالت لها شمس ليش ما تسول فين جدامي قالت لها انتي ما عليك اطلعي برا واني ايدحكي مع الضابط كلمتين عالطرف قامت شمس وطلعت برا المغفر واختها قالت للضابط انه عرب اللي راح رجل اختي عليه عالمحل لاحظت بي دم على غميصه واني حاسب هالموضوع بجريمة قتل قال لها هاتي لي رغم عرب قالت له عنده اختي راح جابته من عند شمس الرغم ودق عليه عالعرب الضابط وقال له تيجي عالمغفر الفلاني والحزلات طول زاد عدت ابو ربع ساعة وتشان عرب بالمغفر هو واخو شمس فات ومن فات فوتو جوا ابو نص ساعة وطلع لابس باس قميص شيال وقميص هذاك شالحه وصيح الله لا ينطيكم العافية يعني جزياتي اللي قمت ادور معاكم وما تستاهلون خير ومن هالسوال فاي ومزعوج وطلع برا جات شمس على اختي قالت له ايش صار وش سويت انتي قالت له ما عليك وخلص انتي اسكلي شوي طبعا جه الضابط وقالوا لهم انتم مروهم على بيتكم معطوني رغم تليفون تا اتواصل معاكم ويمت ما عاوزكم انا اخبركم مش همعطوه رغم التليفون وراهم على بيتهم طبعا اصبح الصباح جه انتصال من المغفر ردم عليه قالوا لهم تجون بجثة وخايفين انه هي اللي مقدمين بيها بلاق والله ركبهم راهم على المغفر ومن المغفر طلعهم على المشفى تايشوفون الجثة اللي ازلم الميت انه هو نفسه احمد اللي غيره قامت تبتي شمس وصيح من المغفر قالوا لها طولة بارج صير ما يطلع احمد وام خربطين ما يعني لا تبتي من لحظ صير مو هو والله راهم على المشفى وفاتم وشافم الجثة وانه هو احمد مدعوس ووجهه دم ومغرق دمه خالص طبعا قامت تبتي شمس واختها وجهها الضابط قاد وخذ تحليل انه خذ من الدكاترة تحليل دم وحللوها مع الدم اللي على غميص عرب وبعد الاختبارات والتحاليل طلع نفس الدم اللي على غميص عرب دقهم على عرب وبعثهم فريق انه امن وما امن جابوه وجاه على المغفر وقامهم يحققون مع عرب وبعد التحقيقات ما يفعل يعترف يقول مو انه ما قربت عليه انا بجاني على اساس بشغل بعد الشتل والعذاب اعترفوا بكل شيء قالوا لهم وقت جاني عرب على المحل طبعا انا هنا قسطي انه رحنا خطبنا بنت انا وهلي وحب البنت واهل البنت يعني وافقهم على كل شيء وبدهم بيت ابديمة شقب المدينة شقة كاملة البنتهم تعنطوني اياها وابوي ما فعل يعني انه يشتري لي هالشقة واني قلت مالي غير اذبح احمد واخد الذهب اللي عنده واشتري شقة واروح اخطب البنت اللي احبها ووجه احمد وخذيته انه من المحل اللي قلت له بيز الماء بالحارة الفلانية بدنا نروح له ونشوفه ونبيوع الذهب اللي بده يفتح محل جديد طبعا انا هنا مستأجر سيارة قبل الباكت قبل ما افكر بهالموضوع شلم ده سويه استأجرت سيارة من احد المعارض تاكسي وجبتها ووقت جاء احمد ركبته بيها ومشينا وكل ما يسألني وينه اقول له شوي يطول بالك رحنا حوالي جرية قريبة من دمشق وقمت عادة سوي حالي دقدق عزلمة وزمر حوالي الجرية وما رد علي وقمت قلت لأحمد انه زلمة طلع شذاب وما بده يشتري وبدنا نرجع البيت طبعا احمد قام يقول لي انه بيت حماير حز جوني وتأخرت وبدنا نرجع وانا اقول له طول بالك والحزر الدين قمت رديت بس ما رديت على نفس الطريق رحت على طريق مزارة احمد هنا شك بالموضوع او زيت حاله من السيارة وهو زيت حاله وقع على راسه طبعا وقت وقع على راسه وداخ وقام يقفيت على الطريق الطريق ترابي من يوم هنا عنه بزارع قام يفتر راسه وانا رحت ورجعت بس تاكسي وضربته وعديت من فوق بطنه بالتاكسي هنا توفى بس انكسر الزجاج الوراني ووقفته برضه ومشيت وخبرت واحد من رفقاتي ويقول له اريدك تصلح له تاكسي ومستأجرة وسويت بها حادث وانا عندي شغل وشكاد ما بدك؟ انا اعطيك طبعا كان يخدم صديقه وقال له هاتها وما باي مشكلة نصلح لك اياها وقال له بدها قسيل وعطيتها الرفيقي ورجعت على المحل طبعا هاي اللي صار معاي انا واحمد كله قبل المدة اللي تنتصر علي مرته شمس يعني صار بهالساعتين القصة اللي شتلت بيها عدت عليها ساعتين وهي انا لما اندقت شمس على المحل انا شنت موجود رديت عليها وقدت لها انه رد على البيت بدي مر على الحميدية وعى السوق ثاني مره انتصلت ونفس الحكي قلت لهيا انه رأى على السوق وابدي واتفعه وزلمه والثاني هارا الضهور بدي يجي ورحت عليهم وهاي القصة اللي صارت معاي يعني انه شتلت كله كرمال اخذ المصاري واتجوز البنت اللي ابوها بده بيت تايطينيا واني احب البنت واريدها طبعا هنا حكموه وخذوه على السجن وشمس تبتشي واخته معاها ورجع مع البيت وردهم حكمهم عرب انه يعني يظهر على القاضي وهو اللي يحكمه وبالمحكمة قام قير اقواله قال لي سولفها للامن والمقفر والتحقيق وبالمحكمة قال انا شفت عرب وجاء علي على المحل وراح هو وزلمه انه قير اقواله كله ياته بس انه متبتين اقواله قال لي بالتحقيقات وعند المقفر يعني كل شي واضح وحكمهم عليه بالاعدام يظل مسجون واعمال شاقة وينحكم بالاعدام 2008 هنا شمس ما عاد يبرد على قلبها قد لا بدها تذبح عرب يعني بدها تاخذ بثار ازلمتها وكان ازلمتها كويس عليها ومتفغين هو وياها هو قلبه نغيف وطيب وهي كذلك الامر بنت اصول وحبته وحبها يعني وخذها هذا واشتله بدها تاخذ ابثار ازلمتها قامت التبرقع وتروح على المقفر انه تزور عرب تظلت مرتين ثلاث تروح تزوروا هم مانعين عنه الزيارة تظلت تكرر الروحات وانها تظل كل نهارين ثلاث تروح تزوروا ومره من المرات وهي فايتة على المقفر جه طابط وانه تقوله بدي ازوروا الاخر مرة انه بدي اشوفوا وهو يقرب لي انه ما عرفوها انه مرت احمد مبرقعة وانه انا قريبه العرب وبيدي ازوروا وبيدي اشوفوا قالوا لها تمام روحي زوري من الشبك انه حاطين بياناتهم شبك وبدهم يزورونه هي هنا شايلة اسلاح بشنتعيتها بدأت اخذ ابثار احمد لانه كانت تغليه وتحبه وهو كان معاها كويس بدأت اخذ ابثاره ترتاه لانه كل نهار احمد يختر على بالها بالليل وتفكر بيه وتحلم بيه وقالت اخذ ابثارك يا احمد لو يظلب عمري ليلة هنا قبل ما تفوت تزوروا خدم منها تشنتعي رموها وقال لفوتي زوري وفاتت على السلس قالوا له زيارة العرب طلع ما بحده ولا بمعهود هي لفت ورجعت قالت لهم ما شفت وما عد بدي اشوف وصار عندي شغل وبيدي اروح لانه زراحت شافته بده يعرفها انه هاي شمس مرت احمد دورت ولقت الزيارة كلياتها لانه ما فاتت شنتيتها معاها هي حاطة الفرد بشنتي رجعت قامة تكرر انه الزيارات وبدها تروح خلاص حطت بالها بدها تقتل العرب بدها تذبحوا باي طريقة باي اسلوب اي شمه ما يكلفها حياتها بدها تقتله راحت ثالث مرة بعد شغلت اسبوع حطت الفرد بصفحته جوه العباي وقالت لهمرة هي اخذونا تشنتاي بدي افوت بالفرد بعباتي ازوره وبيدي مني شوفه بدي اقتله لو تكلفني حياتي وانسجن ما عليش والله طلبهم زيارة وافقهم على زيارته انها تزوره وخدم منها تشنتاي وفت شوهيش من فوق تفتيش خفيف وفاتت وهو جاي عليها هي طبعا مبرقعة وما احد عرفانها انها مرت احمد اللي اشتله عرب قرب عليها وقال لها مين انتي وطالبتلي بزيارة مد تيدها جوه العباي وسحبة الفرد وطخدته ثلث افشيكات ضربته ثلث افشيكات التمم الشرطة والامن وكلها التمت عليها قال انه بساع انه زيارة وضرب رصاص وانه عرب برضو ثلث طلقات براسه لبحته برضو ما تحرك من ارضه خالص التمم عليها ودكوها وكلبشوها وجدعوها بلقاع وجهها الضابط قال لي وقت جت اشتكت على احمد انه مفقود شافها قال لها صحي انتي جتلتي وحلال عليك وخذيتي بتارز لمتج وما قصرتي طبعا هذا الحكي بينها وبين الضابط واني رايح اقف معاك ان شاء الله قال لي اطالعك من هالقصة متل اشعرها من العجيب لانك بنت اصل ووقفت بظهر زلمتك وتستاهلين كل خير وهذا ما تسوي قال لي بنات الاصل وبنات المربيات يعني ازلمتك راح قدر وما بحده انه خال بثار وقال لي انتي جيت وظليتي وراه ولحتى زرتي وشتلتي وبردتي سمك وانها تقول له انا ما اقدر الا اخذ بثار احمد لو يظلب عمري الليلة وانه يقولها الله ينطيك العافية وانتي بنت اصر الحظ راح يسجنونك وبدها تصير تحقيقات معاك وليش وعليش بس لا تاقلين هم انا وراك وانشاء الله طالعك من هالقصة مثل الشعره من العجين والله خذوها على السجن سجنوها جت اختها جمه هالها زاروها وليش سويت هيت قاتلهم الحظ ارتاحي وارتاح احمد بقبره صحي احمد توفى بس ارتاح وبقبره الحظ واني ارتاحيت واني انسجنت مبسوطة يعني بعد ما اخذيت بثار زلمتي انبسطت وخلي اني يظل مسجون طول العمري خلهم يعدموني والله بعد التحقيقات والمحاكم وانها قام عادين هذا الضبط يساعدها وبراجها وحط لها محاميين وقام يعني يزورها ويجيب لها اقراض وما يخلصوا جناء انه حدا معزز على طول مكرمه هو ايضا كل ليل يزورها الضابط هذا وبعد ما المحاكم وطروع المحاكم وتنعرضوا وحكموا عليها سجن ثمان شهور وبعد التخفيضات وصلت للست شهور يعني بعد المحامين والحتي وهو ساعدها ووصل حكمها للست شهور سجن طبعا يجيب هالسجن مين عايزها كل شي لان الضابط يجيب لها كل شي والضابط انه حبها انه حبها بنت عالم وخذت بثارة زلمتها وقامت يعني انه يساعدها وقام يعتبرها انه مثل اخته وعرضه وناموسه لانه ارتاح لها وشافه هو من اول القصة اللي انفقت زلمتها ظلت وراه لحتى خذت بثاره وهاي بنت العصول وهو بعد ما طلعت صارت هي وياها رفقها وقامت تزور ويزورها واهلها وهي ردت على بيتها وعند اهلها وهذا الضابط قام وتقدم لها يعني بعد اسنين والمساعدات ويزورها بالليل بهالسجن حبها لهالبنت بس انه ما ظهر لها انه يحبها بس كان يساعدها كاصدقاء وكاخوة انه مثل اخته ما ظهر لها انه يحبها اوجه وتقدم لها وخذاها وتجوزت هي وياه واتمنى انه هاي القصة تكون نالت اعجابكم واستفاديتم منها او لا تنسونا من اللايك والتعاليق واللي مو مشترك بهالقناة اتمنى يشترك ويفعل الجرس ليظل يصلوا كل جديد ونستمر معاكم بهالقصص الحلوة وهالجميلة وتستمتعون واحنا نترى نكبر بحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته